ائتلاف مئات النخيل المثمرة هي الحصيلة التي سجرتها بلدية بودة في ولاية أدرار بعد أن غمرت المياه الجوفية البساتين ما كبد الفلاحين خسائر كبيرة تواصل ارتفاع المياه الجوفية في المنطقة للعام الثاني على التوالي شعل فلاحو قصل غمارة ينتفذون ويطالبون باتدخل المسؤول الأول عن القطاع ووزير الموارد المائية لإيجاد حل لهذه الظاهرة سلطة محلية بلدية بودة مدية الريق مدية البيئة مدية المصالح الفلاحية المدية الشعبية الولائي لكن للسنة الثانية لم نتلقى أي رد هي إذن وضعية تتطلب تطبيق استراتيجية محكمة في مجال الموارد المائية والتي من شأنها أن تضمن الأمن المائي على المدى الطويل في ظل تراجع سقوط الأمطار